السيدات والسادة مساء الخير كلما يأتي الحديث عن الطب والتعليم الطبي أتذكر عبارة شهيرة قالها في أربعينيات القرن الماضي أبو الطب المصري الدكتور علي إبراهيم باشا أول عميد لطب قصر العيني وأول نقيب لطباء مصر قال بالصحة والتعليم تنهض الأمم ومنذ ذلك الحين كان التعليم والصحة دائما هما جناحة التنمية والتقدم في بلادنا وفي أكثر من حلقة من حلقات هذا البرنامج فتحنا ملفات الصحة والتعليم مع ضيوفنا نقشنا معهم واقع الحال وتوقعات وأمال المستقبل التقينا علماء وروادا كبار في التعليم الطبي والعمل الاجتماعي منهم رائد جراحة الكلة في مصر الدكتور محمد غنيم جراح القلب العالمي الدكتور مجدي عقوب دكتور وسيم السيسي أستاذ جراحات المسالك وغيرهم اليوم نفتح الملف مرة أخرى مع أستاذة وأكاديمية جمعت بين الطب والبحث العلمي بين خدمة المجتمع والعمل العام ضيفتنا نائبة في مجلس الشيوخ وكانت وجها بارزا على مائدة الحوار الوطني نسألها عن التعليم الطبي في مصر عن أحوال الأطباء عن أوضاع الخريجين عن تطوير ودعم الأحباحات الطبية والجهود لربط التعليم باحتياجات المجتمع عن التعليم الطبي والأطباء عن صحة المصريين حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم